السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا فيديو جديد على قناتي اتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن احوال في احسن الظروف و موليداتكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد كم مشتمعي ووصفة جديدة تحت الطلب ديالكم و بزاف ديال ابنات اللي خلوا لي كومونترات غزالة غزالة في الفيديوات ديال بروتين ديال بيكاسي اللي شاركته معكم في فيديوات سابقة لما شافش الفيديو يدخلوا يشوفوا على القناة ديالي صراحة لقيت استحسان كثير كثير منكم و شكرا بزاف على الدعم ديالكم لانني انا كنحط لكم شي حاجة مضمونة و جربتوها و قلتوا لي يا حقا صدقتلي هنا حسنا شكرا بزاف لك و انا في هان المنبر كنقول لكم تستاهلوا كل خير و انا ربما ندخلش عليكم بتاشي حاجة بأي تجريبة اللي غدينكم مشاركها او وصفة اللي هنكم جربها و لقيت عليها استيحسن غنشاركها معاكم يعني بكل سرور هنا ان شاء الله تحت الطلب ديالكم راني ادرت لكم وصفة ديالت ساقط الشعر تلبوها مني بزاف ديال لبنات هنا انا غدي نوريكم واحد الوصفة غزالة كتوقف التساقط ديال الشعر و كذلك تطولوا بواحد طريقة رهيبة رهيبة هنا كم مشتمعي الابنات غنحتاج هنا اا اا عندنا خلط ما بين الورد و اا والبابوج و الخزامة كم مشتمعي هنا يابسين خلطهم لي العطار بحالها تشكل هذا وبقوا عندي هنا او كان واحد القرنفلة تخفاف ماشي بزاف لدينا مصلة هنا يبق شورها غنحتاجوها كم مشتمعي لدينا هنا اكلي الجبل او اليازير يابس لدينا هنا زعيطرة و لدينا هنا شوية الخزامة لانك تعرفوا فوائد ديالها رائع على فروات الشعر كذلك سبق لي شاكت معاكم هاد الوصفة هادي اللي بزيت الزيتون والتومة مثلا حظ تسلقى كذلك فيديوهات السابقة اللي هي كذلك رائع على شعر الخلفة لدينا هذه ما كم مشتمعي هنا فيها بزاف ديال العشوب نرى ندها لكم فيديوهات السابقة لي Angelicum و ستسلقاها قد دياله لديها المدينة اما تديرو هاد الوصفة هادي هاد الوصفة نصيص الشعر الخلفة وهذ الوصفة اللي غنعديكم اليوم هي وصفة ل التساقط الشعر كتوفى تساقط الشعر نيهائيا غزالة فنة وداي تجربوها سوف نأخذ بصلة حمرة سوف تقطعها بقشورها سوف تضحن لأن القشور بصلة الحمرة سوف تعرف الخصائص الرائعة للبشرة للشعر فوائد غزالة قشور بصلة الحمرة وغزالة لجلدة الشعر سوف نضيف لكي يسهل على الطحن هذه الوصفة يمكن استخدامها للبروتين كما أنزل البروتين بيكاسي لا تضر لكم شيئا مع البحر للماليك ومالح يضر البروتين هذه الوصفة كعلاج بالنسبة للشعر لأن البروتين سوف تكون الجلدة تكون مريضة فيها مثلا الصدفية تجد الوصفة الصدفية تجد الوصفة تجد القشورة في الراس تكون الجلدة مريضة استخدامها سوف أعجبكم الكثير سوف تشكروني عليها سوف نضيف الغارات ونضيف المكونات 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 واليازير الزعتر والجبال والخزامة سوف نضيف الماء نضيف لاحق سوف نتفع لهم كما اشتوا معي فوق البوطة سوف نجيب صفائي ونصفوا هذه المكونات سوف نحيض هذا العشاب سوف نجيب فوق البوطة سوف نجيب بخاخ كبير هذا يسهل لكم الاستخدام وكذلك تحتفظوا بها في التلاجة هنا تجيب عليكم تركزوا على الجدور او من بعض الاطراف سوف نجيب فوق البلاصة في الجلد لا ترشوا فيها استعنوا بالمساعدة لكم لكم جميع الجدور سوف نجيب فوق البنات هذا في اللا مرة سوف نجيب فرض تساقط الشعر سوف نجيب فوق البصلة شمبون تستخدم الشامبين تستخدم الشامبين تغذال الشعر خصوص الحمرة كما تستخدم الشعر نتأكد بأن الجذور وصلتهم هذه هي الكمية التي تبقى بعد شعر لا تقرز على شعر سنجمع تستخدم الشعر لا تستخدم بلاستيك لا تستخدم بلاستيك لا تستخدم بلاستيك سوف نشاهد معكم مباشرة بأن البروتين باقي شاد تستخدم المعالج غزال 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 شعور نشاهد غزال نحن 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 أضرب طلبة طلبة من عمال للجميع تفقد لهم إذا كنت من في سفتي هذا هو فيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة